الكفن الأبيض يتحول من رمز معاناة إلى رسائل وداع وتوثيق الإبادة هذا هو الحال في قطاع غزة حيث باتت الأكفان البيضاء المتراصة في كل مكان في قطاع غزة رمزا للصمود الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على المدنيين بعدما فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في القضاء على المقاومة وبعد مضي 85 يوما من الحرب الإسرائيلية تتراس أكفان الشهداء لتعبر عن حجم المعاناة التي تعرض لها المدنيون في قطاع غزة كثرة الشهداء جعلت الكفن الأبيض رمزا لهذه الحرب وأصبح يوازي علم فلسطين في تأثيره في داخل العالم ومعرفة العالم برمزية قضيتنا ورمزية العام الفلسطيني فأصبح الآن الكفن هو رمز للقضية الفلسطينية ورمز لهذه الحرب حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غز وتتفاقم معاناة كل من فقدوا ذويهم لا سيما عندما يجدوا عبارة ذكر مجهول أو أنثى مجهولة مكتوبة على عدد كبير من أكفان الشهداء لتعذر التعرف على هويتهم التي اختفت تحت هول العدوان الآن العدد يفوق العشرين ألف شهيد ويتبقى تحت الردم عشرة ألاف شهيد لن يكون هناك لهم أي كفن حتى الكم الذي أدخل من الأكفان ونحن الآن ليس بحاجة له لكن عندما تنتهي الحرب وتتكشف ما تحت الأنقاض سيكون هناك حاجة لهذه الأكفان من جديد ولن تكفي هذه الأكفان التي وجدت في داخل غزة حتى ولن تكفي ما يتم التبرع به لأنه أنا متأكد جدا أنه ما يفوق العشر تلاف مفقود هم في عداد الشهداء تحت الأنقاض ومع شيوع صور الأكفان البيضاء التي يكفن فيها الشهداء يتم التقاط صور للشهداء قبل دفنهم وتوثيق تاريخ وموقع القصف الذي أودى بحياتهم ليتسنى لذويهم التعرف عليهم يوما ما جاءنا في عدد كبير جدا من الأكفان يعني مخزون الأكفان الذي كان الأهل الخير المتبربعين فيه نفذ تماما في أول أيام الحرب على قطاع غزة فلا كان لدي أكفان وكنت أواجه صعوبة جدا في الأكفان وكنت تحط تقريبا خمسة أربع خمس شهداء في كفان واحد لأنه ما كان متوفر عندي هذه الأكفان لأنه اختلف في الوضع لأنه كانت عندي الكمية عدد الشهداء توصل إلى 120 شهيد و70 شهيد و80 شهيد في اليوم وكان الوضع صعب جدا ومع إصرار جيش الاحتلال على مواصلة العدوان على المدنيين تبقى توابير الأكفان والمقابر الجماعية للشهداء وأغلبهم من النساء والأطفال شاهد عيان على جرائم حرب لا تسقط بالتقادم